يعني ممكن نقول كده لحظات أو ساعات قليلة وهنودع مهرجان العالم معلمين ولكن أثره بالنسبة لنا يعني يظل جميل وممتد والجميل كمان احنا تابعنا مبارح مهرجان الدراما وشفنا بقى النجوم وهي بتتكرم مبارح وشفنا فرحتهم وتعالوا كده ناخد إطلالة سريعة عن فعاليات اليوم مع زميلة العزيزة شيرمندا الدسوقي مرسل قناة دي أمسي من العالمين إليك يا شيرمندا صباح الفل صباح الفل عليك يا هيبة وصباح الفل والجمال على كل مشاهدي تمانية الصبح في كل مكان للأسف اليوم القبل الأخير اللي هنتابع فيه مع حضراتكم مهرجان العالمين الجديدة اللي بنوضع فيه آخر محطاته وفعالياته واللي تم انطلاقه 13 يوليو 23 تحت شعار العالم عالمين أكبر حدث ترفيه في مصر والشرق الأوسط والعلمدار كل أيام وشاهدنا العديد والعديد من المفاجآت زي مبارح استقبلت مدينة العالمين أهم مهرجان فني وهو مهرجان القاهرة للدراما في نسخته التانية وهو كانت نسخة استثنائية مش بس علشان خطر استقبلته مدينة العالمين وانه كان موجود على المدينة السحرة فوسط جواهر رائع وطبيعتها الأكتر من سحرة ولكن لأنها كانت نسخة فعلا استثنائية شاهدناها كلنا مبارح فوسط تنظيم أكتر من هاي بداية من حفل الافتتاح وحتى ختمها بدخول الفنانين وتكرمهم في الحقيقة هيهبة الحفلة فعلا كانت أكتر من رائعة مش بس علشان خطر الصورة الأكتر من رائعة ومبهرة في التنظيم بداية من الحفلة زي مذاكرت ولكن علشان خطر الحفلة كلها من أولا لأخيرها فعلا كان فيها العديد والعديد من الفجأات يعني خلينا نقلك الصورة كأنك هيهبة كنت حضرة معنا الحفل مبارح حفل مهرجان الدراما في نسخته التانية في الحقيقة الحفلة بدأت بشو الفايروركس من الفنان أحمد عصام للحقيقة كنا حاسين أنه كل الناس شايفة الفايروركس مش بس الموجودين جوه مدينة العالمين ولكن احنا كنا حاسين أنه الصوت والإضاءة وصل حد القاهرة واسكندرية كمان والناس حضرها معنا بدأت الحفلة بكلمة مؤسرة جدا من الفنان يحيى الفخراني وهو رئيس المهرجان في نسخته التانية وبعد كده بدأت الكلمة للنجم الكبير كريم عبد العزيز اللي حيى فيها جمهور مدينة العالمين وجمهور الفن والدراما اللي كانوا حضرين الحفل مبارح بعد كده كان فيه كلمة للأستاذ عمر الفير رئيس التنفيذ والعضو المنتدب للشركة المتحدة وللحقيقة الكلمة بتاعته كان فيه أكتر من مفاجأة المفاجأة الأولى هي تكريم خاص للشيخ صالح كامل لإسهاماته العديدة في الدراما اللي لسه بنلمسها لحد دلوقتي أما المفاجأة التانية واللي كانت في كلمته وإنه قال إنه ما ينفعش نكون موجودين في مهرجان للدراما بنحتفل ب60 سنة الدراما على إذاعة أول عمل درامي مصري ومنحتفلش ونكرم أهم رمز من رموز الدراما وهو الفنان يحيى الفخراني نفسه واللي حيات فاجئ في حفلة الختام إنه ليه تكريم خاص أما بقى عن الجوائز اللي تم تسلمها إمبارح فكان معنا جايزة أفضل ممثلة وهي كانت للنجمة مونة زكي وأفضل ممثلة للنجمة محمد رمضان أفضل ممثلة دور تاني للفنانة إيمان العاصي وأفضل ممثل دور تاني للفنان عصام السأة أما عن الوجوه الصاعدة أو الوجوه الجديدة كانت من نصيب الممثل طاه الدسوقي أما من الممثلات فكانت مناصفة بين الفنانة رناء الرئيس وبين سلمة أبو ضيف أما أفضل مسلسل حصل عليه جائزة إمبارح كان مسلسل تحت الوصاية لمونة زكي وأفضل سيناريو وقصة وحوار كان من نصيب محمد سامي ومسلسل جعفر العندة في الحقيقة هيهبة يعني كمان المهرجان كان فيه أكتر من مفاجأة إنه أحيا الحفلة بأغنية بعنوان حب للدراما للفنان متحد صالح والحقيقة إنه كل الناس اتفعلت معا مش بس الفنانين والفنانات لكن محبين وعشاق الدراما في الحقيقة كانت أغنية وعرض غنية أكتر من رأة في ختام الحفل في الحقيقة كان فيه لمسة إنسانية ولفتة إنسانية من مهرجان الدراما اللي كان حريص إنه يوجه جائزتين خاصتين أول جائزة هي جائزة التميز الخاصة من مهرجان قائرة للدراما واللي كانت من نصيب الزعيم عادل إمام اللي ما كانش ينفع مهرجان زي مهرجان الدراما ما يذكرش اسم الزعيم عادل إمام اللي شارك في عديد والعزيد من الدراما للحد دلوقتي الوطن العربي كله بيستمتع به مش بس الجمهور المصري أما الجايزة التانية فكانت من نصيب الراحل الفنان مصطفى درويش عنا أفضل ممثل في الحقيقة كل الفنانين كانوا صعدة جدا بتكريمه وأنه افتقرناه إمبارا الحفلة انتهت واختمت بيه الفنان تامر حسني اللي حصل على جايزة في الختام واللي برضو أحيى الحفلة بالعديد والعديد من الأغاني اللي صراحة كان جواها حلو جدا فيه سماء وجو مدينة إعلامين للأسف دي آخر محطة من محطات مهرجان العلمان ما فيش فعليات يعني النهاردة يا شرماندة؟ ولا رياضية ولا فنية؟ النهاردة طبعا فيه فعليات يعني من مصر لأمريكا معانا الفنان الرأب الأمريكي راس واللي هيحيي حفلة كبيرة جدا كل المواجهين كل الجمهور هيكونوا موجودين جو مدينة العلمان وهيبقوا مبسوطين جدا بالفعليات أما بكرة ختمة 26 أغسطس فهتحديها حفلة كايروكي اللي كل الشباب والفئات العمرية هيكونوا حاضرين الحفلة بيودعوا فيها المهرجان أشكرك شكرا جزيلا من العلمان كانت معانا الأهواء مباشرة ومن على ساحل العلمان الجميل شاطئ العلمان بشكرك شيرمندا الدسوقي من العالم عالمين أشكرا جزيلا من العلمان